بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله راح نكمل مع سلسلة صيانة الطابعات المبتدئين وراح نبدأ عن شرح الأجزاء الرئيسية للطابعات ووظيفة كل جزء والمشاكل اللي ممكن تسببها تلك الأجزاء وإن شاء الله راح نبدأ حديثنا عن طابعات الحبر السائل اللي هي تعتبر أكثر انتشارا وأقل سعرا وحديثنا إن شاء الله راح نشمل الطابعات اللي فيها وظيفة واحدة يعني فقط للطباعة أوكي والطابعات اللي إلها أكثر من وظيفة بالغالب ثلاث وظائف أو أكثر اللي هي تسمى 3-in-1 اللي هي طباعة وسكان وتصوير وزي ما قلنا ممكن تكون 3-in-1 أو ممكن تكون All-in-1 أو OfficeJet زي ما نحن لاحظين في print, fax, scan, copy وتتعامل إنها مع الويب طبعا في منها طابعات تغذية أمامية يعني تغذية الدرج يكون سفلي أو تغذية علوية نفس هذه الطابعة HPDSJet مثلا 10-50 وهذه الطابعات منها طابعات بحبريا وهي الأفضل مثل هذه الطابعة أو هذه الطابعة مثلا أو هذه الطابعة كلها طابعات حبرين ومنها الطابعات اللي بتحوي على أربع أحبار ولنوعا ما مشاكلها أكثر زي ما نحن راح نشوف والكلام مفصل في القناة عن مشاكل طابعات الأربع أحبار هذه طابعة أخرى فيها أربع أحبار برضو تقسيم آخر منها طابعات الأي فور ومنها طابعات الأي ثري مثل هذه الطابعة وايد فورمات بسموها هاي طابعة أي ثري برضو هذه طابعة أي ثري ولكن أفضل فيها حبرين فقط لأنها قديم شوية طابعة ولكنها مشاكلها قليلة جدا برضو من ضمن طابعات الحبر السائل طابعات التانك التانك أو الإيكوتانك فيها خزان حبر أحياناً بيكون خارجي كانت البداية في الإبسون فيه من الكنون وفيه من الـ HP وفيه من الـ Brother هذا Brother 510 تانك برضو هذا HP 5810 برضو تانك بالإضافة إلى أنه يوجد طابعات تانك أسود فقط هذه بعض الأمثلة تبدأ بحرف الأم 1140 في الإبسون 1180 وهكذا M3140 إلى آخره برضو موجود في الكنون تبدأ بالـ GM 4040 4050 2040 من لاحظة فقط فيها خزان للأسود وهذه الطابعات الفرق فيها أنه الحبر ينتقل من الخزان إلى رأس الطباعة عبر إذا من لاحظة أنابيب نوعاً ما طويلة وهذه الطابعات ممكن أقول أنها ممكن تكون من أكثر الطابعات اقتصاداً من بين جميع موديلات الطابعات سواء الليزر أو الحبر السائل ننتقل الآن للحديث عن المكونات الرئيسية لطابعات الحبر السائل نبدأ بطابعات الحبرين الجزء المهم في طابعات الحبر السائل والذي تصير فيه مشاكل كثيرة اللي هي رولات صحب الورق وطبعاً أهم شيء الرولة الرئيسية اللي هي بتبشرنا عملية سحب الورق وهذه تصير فيها مشاكل كثيرة تصير فيها ضعف في سحب الورق نتيجة الغبار ونتيجة غبار الورق اللي بصير عليها وبرضو نتيجة كثرة الاستخدام ونقص في سماكة الرولة وبرضو جفاف الرولة فأحياناً الرولة بتكون الدور وما بتقدر تحركنا الورقة وطبعاً في أكثر من فيديو القناة إذا كانت الرولة الدور وما استطاعتنا تسحب الورق كيف ممكن نعالجها ولكن في حالات بتكون أسوأ أن الرولة ما بتستطيع الدوران لأن هذه الرولة تكون مرتبطة بمجموعة أتراس بكون زي ما احنا شايفين بالزوم هذه الرولة مرتبطة بمجموعة أتراس كثيرة أحياناً هذه الأتراس بصير فيها خلل أو كسر أو كسر في مكان ثاني برضو وبالتالي الرولة ما بتدور نهائياً وبالتالي بتتوقف عملية سحب الورق طبعاً طبعاً هذه الرولة مسؤولة عن عملية البدء بسحب الورق ولكن في رولات أخرى بتكون بالطابعة موجودة أحياناً بالخلف وأحياناً في الأعلى زي ما احنا شايفين بتقومنا بتحريك الورقة إلى أن تخرج من الطابعة فعملية سحب الورق مهمة جداً في الطابعات وأكثر شيء بتحدث فيها المشاكل زي ما احنا ملاحظين بتكون فيها أكثر من رولة حتى تنهي الطابعة عملية الطباعة على الورقة وتخرج الورقة بشكل سليم وطبعاً طابعات التغذية الأمامية إلها مشاكلها في سحب الورق وبرضو طابعات التغذية العلوية إلها مشاكل ممكن تكون أقل وأسهل يعني مثلاً هذه الطابعة التغذية العلوية ممكن حصلنا مثلاً داخل الطابعة دبابيس هذه طابعة أخرى حصلنا قطع بلاستيكية طبعاً هذه القطع ممكن سهولة نخرجها وخاصاً وفيه باب سفلي للطابعات هذه من الأسفل حدثنا عنه برضو في أكثر من فيديو هذا الباب بالغالب هذه القطع تتجمع في هذه المنطقة حتى هذا الباب لو كان مفتوح الطابعة راح تتوقف عن سحب الورق رايح نحشر الورق في هذا المكان لازم يكون مغلق برضو أحياناً ممكن يكون مكسور أحياناً ممكن يكون مفتوح أحياناً ممكن يكون فيه قطعة داخل هذه المنطقة فراح نحشر الورق في الداخل برضو ممكن هذه الطابعات نحاول الرجها مع القلب بشكل سريع عساس ما ينسك بالحبر اللي موجود فيه السيرفيس ستيشن بسموها لهذه المنطقة اللي من ضمن المناطق اللي بتجمع فيها الحبر التالف في أسفلها قطعة سفنجية زي ما منلاحظ والطابعة قبل ما تقوم بأي عملية طباعة لازم تقوم أول شيء بتنظيف الحبر في هذا المكان بتبخ بخة أو بختين أو ثلاث في هذا المكان للتأكد من نظافة رأس الطباعة وبرضو هذا المكان في الغالب هو المكان اللي بوقف فيه رأس الطباعة زي ما احنا شايفين في أماكن للحبر الأسود ومكان للحبر الملون هاي الربرات خاصة هاي الربرة خاصة بالحبر الأسود وهذه خاصة بالحبر الملون عساس تحافظنا على النزل منلاحظ شكلها تجويف فكيف من أجل الحفاظ على رأس الطباعة من الجفاف وطبعا أي خلل في حركة سيرفي ستيشن سواء نكسر في أي جير في سيرفي ستيشن أو وجود أي عائق ورقة أو قصاصة ورق كبيرة الطابعة سوف تتوقف عن عملية الطباعة وممكن تطلعنا صوت قوي لأن حركة السيرفي ستيشن كثيرا ما تتزامن مع حركة رأس الطباعة أو مع حركة حامل الحبر طبعا مكون آخر ومهم اللي هو الحبر في هذه الطابعات طبعات هذه مكونة من حبريا الحبر موجود نفسه فيه اللي هو رأس الطباعة موجود في نفس الحبر ولو صار أي مشكلة في الحبر كل ما علينا نقوم بعملية تبديل الحبر وفي فيديو بالقناة تعلمنا كيف نحافظ الأحبار فيه وفي فيديو آخر تعلمنا كيف نفحص الحبر هذا فيديو كيفية المحافظة لأحبار الطابعات ممكن نستفيد منه بعض الأفكار في فيديو آخر برضو طريقة بسيطة لفحص الحبر إذا الورقة خرجت بيضاء فيديو آخر إذا الطابعة ما تقبلت الحبر ليش ممكن نسوي شو الطرق اللي ممكن نتبهها ممكن نرجع لهذه الفيديوهات ونستفيد منها وبالتالي هذا الجزء عبارة فقط عن حامل الحبر مكون من شريحة إلكترونية وطبعا كل طابعة إلى حبر تتقبله وأحيانا بعض الطابعات تأخذ حبرين هاي 58 و 56 الأسود و الملون 57 من ضمن المشاكل اللي بتصير في هذه القطعات اللي هو حامل الحبر الشريط الإلكتروني هذا ممكن تصير فيه قطع أو أحيانا تيجي عليه كمية من الحبر وبالتالي ما بصير يوصل مع شريحة الحبر نفسه هذا الحبر مكون من الشريحة برضو بالتالي الجزء لازم يكونوا نظيفات هذا الجزء يكون نظيف وهذا الجزء برضو يكون نظيف بتواجهنا مشاكل أخرى أحيانا الغطاء تاع الحبر ممكن ينكسر أحيانا الرود اللي هو المسار اللي بتحرك عليه حامل الحبر بصير جاف نتيجة الغبار والأحبار والأتربة فممكن نقوم تزييته بنقاط من الزيت من اليمين والشمال من يمين حامل الحبر وشماله مكون مهم آخر في هذه الطابعات وبعمل لنا إشكاليات اللي هو الإنكودر بسموه أو الستريب هذه أوكي شريط شفاف لازم يكون مار داخل حساس موجود في خلف حامل الحبر وإذا خرج هذا الشريط عن مساره حامل الحبر بصير يتحرك حركة عشوائية وقوية مخابطة يعني فبين فترة وأخرى ممكن نقوم تنظيفه بقطعة كماش مبللة بقليل من الماء مع الحذر أنه نتيجة التنظيف ما يخرج عن مساره برضو قطعة مهمة ملاحظة فيه قرص شفاف موجود على الجهة الشمال في طبعات الحبر السائل بالغالب برضو بكون إلو حزام بحركه لازم يتحرك ولازم يكون نظيف وشفاف لأنه يلعب دور في حركة الورق إلى الأمام والطباعة بشكل سليم بمساعدة طبعا الشريط الشفاف اللي يلعب دور فيه الحركة الوفقية فأي تلف في هذا الشريط أو خروج عن مساره أو أي خلل فيه حركة الترس يؤدي إلى خلل في عملية الطباعة فمثلا الآن هذه الطابعة فيها خلل في حركة هذا الترس بسبب كسر موجود إذا ملاحظ في هذا المكان هذا الترس مكسور مما أدى إلى توقف الطابعة الآن عن العمل يعني كل قطعة في الطابعة مهمة وبتلعب دور في عملية الطباعة وإخراج الورقة برضو عندي شريط يوصل البيانات إلى رأس الطباعة أحيانا نتيجة الحركة بصير فيه خلل أو انثناء ممكن يعيق حركة حامل الحبر كما أن جفاف الرود اللي بتحرك عليه حامل الحبر أحيانا يؤدي إلى ارتجاج في طباعة الحروف برضو هذه الطابعات فيها جزء مهم له الباب الخلفي هذا الباب إذا كان مفتوح طبعا ممكن الورق ما يخرج في مساره يخرج من هذا المكان وبالتالي الطباعة ستتوقف عملية الطباعة يعني بالتالي الورق رايحين حشر برضو هناك بعض الموديلات من الطابعات إذا هذا الباب مفتوح الطابعة ما بتشتغل نهاية الباور ما فيها باور ومن ضمنها هذا الموديل اللي هو 1280 برضو من ضمن الأجزاء اللي ممكن نواجه فيها مشاكل في هذه الطابعات اللي هو حساس غطاء الطابعة بعض الطابعات ممكن يكون ظاهر وبالتالي ممكن نثبته والطابعة تطوى عنا والباب مفتوح هذه طابعة أخرى الحساس موجود في هذا المكان وبالتالي لو صار مشكلة في الحساس ممكن نخلينا قطعة ورق أو شيء وطبعا ممكن أستفيد من هذا الحساس في مراقبة حركة الطابعة أثناء الطباعة يعني إذا خليت عليه أي حاجة ثبته ممكن نراقب حركة الطباعة وين بصير الخلل نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة مع طابعات من أربع أحبار وطابعات التانك لديه إضافة ما يبخل فيها علينا وعلى إخوانه نلقاكم في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر